تصريحات لعلي العريض بعد انتهاء أشغال المؤتمر العاشر لحركة النهضة التي قررت خلع عباءة الدين والتفرغ للعمل السياسي العريض قال إن الحركة لا تتبرع من الإخوان لكنها في الوقت نفسه غير مرتبطة بهذا التنظيم كما أشار إلى أن الدولة هي الراعية لشؤون الدين وأن دور الأحزاب السياسية يقتصر على السياسات العامة في البلاد نحن في دولة ديمقراطية في مجتمع مسلم الدولة فيه طرع شؤون الدين ولسيما الدين الإسلامي دين غالبية العظمى من المسلمين الأحزاب السياسية في مثل هذه الدولة دورها هو السياسات العامة في الإفلاحة والصناعة والتجارة والصحة والتعليم وشؤون الاجتماعية والعلاقات الخارجية والأمن والاستقرار وتسير المؤسسات من جانبه اعتبر القيادي في الحركة عبد الكريم الهاروني أن النهضة حزب سياسي لا يحتكر الدين عندنا حزب سياسي الهوية متاعه توضحت هو مدني وديمقراطي وعنده حجم وطني منفتح على النخبة وعلى المجتمع وعلى مكاسب الإنسانية وعنده مرجعية إسلامية ما يتكلمش باسم الإسلام ما يفرضش الإسلام على أحد وما يحتكرش الإسلام الهاروني كان صرح منذ أيام بأن من حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الترشح لأي منصب في أي انتخابات قادمة وهو تصريح يتماشى مع قانون أساسي خلص إليه المؤتمر العاشر للحركة لا يسمح لأي رئيس مستقبلي أن يترأس الحركة لأكثر من فترتين اعتبارا من 2009 وهو قانون لا يجيز للغنوشي أن يترشح للمنصب بعد أربع سنوات ترجمة نانسي قنقر